موسيقى التحليلية من الميادين تفكيك شبكة إجرامية في الجزائر والاعترافات تكشف عن اتصالات بالموسط محاولات إسرائيلية متكررة لخرق الأمن والمجتمع الجزائريين بأي أدوات ولأي غايات الرئيس التونسي قرر سحب جواز السفر من المرزوق ومن يثبت طورته في التآمر على مصالح البلاد بالتزامن مع أحياء عيد الجلاء تشديد على سيادة القرار الوطني ورفض التدخل الخارجي أي تفاعل سياسي وشعبي عمليات ترهيب واعتقال بحق الناشطين ضد إسرائيل في بريطانيا محاولات لإزكاة الصوت الفلسطيني خدمة لإسرائيل هل يرضخ النشطاء؟ في قضية اليوم بالعنف والتسيس والتحرير مخططات متشابكة لإعادة تشكيل المنطقة في قوالب المصالح الغربية الإسرائيلية دماء تسيل من لبنان إلى أفغانستان وعدوان على سوريا والعراق في الميدان والسياسة كمائن الفتن هل تصطدم بإرادات الشعوب؟ مرحبا بكم أمن الجزائر هدفها شبكات الإجرام وسيلتها هكذا تحاول إسرائيل اختراق المجتمعات والعبث بأمنها أدوات وأهداف متشابهة ومعلومة وعينها على المغرب العربي كيف تواجه الجزائر هذه المخططات؟ أسلحة ثقيلة وقنابل وكواتم صوتة وثائق ومستندات تثبت اتصالات مستمرة ودائمة مع مؤسسات تابعة للمصادر الإسرائيلية تحت غطاء جمعيات المجتمع المدني ونشطاء حقوقينا توشيه وتخطيط عن بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتدايات الافتراضية الكيان الصهيوني يحرض عناصر من منطقة القبائل على العمل المسلح من أجل نين ما يسمى بالاستقلال أو الحكم ذاتية اعترافات هزت الرأي العام الجزائرية وثائقي عرضه التلفزيون العمومي بالتعاون مع المصالح الأمنية بعنوان سقوط خيوط الوحمة جمع تفاصيل خيوط المؤامرة الانفصالية وعرض اعترافات متورطين لشطاء في حركة ماك الإرهابية المصالح الأمنية استطاعت تفكيك عنوين الاتصالة عبر بروتوكولات الأنترنت ووصلت إلى أم جزائرية مقيمة في إسرائيل لديها ولدانية أحدهما في جهاز المصاد والآخر في جيش الاحتلالة تقوم بتوجيه وتنسيق الدعم المالي للقيام بعمليات إجرامية مسلحة في الداخل الجزائرية المصالح الأمنية الجزائرية وبعد الاعترافات والتحقيقات ألقت القبض حتى الساعة على 17 متورطا في ضرب وحدة الجزائر وفنها عن مساعد دفاع عن القضية الفلسطينية العادلة وترد الكيان الإسرائيلي من الاتحاد الأفريقي والمغرب العربي الكبير لم تكن علاقة الحركة الانفصالية الماك بالكيان السهيوني خافية بل جاهر بها زعيم واللاجئ إلى فرنسا ووثقتها الصور مكين الأخطر في اعترافات أفراد الشبكة هو أن المصاد الإسرائيلي يستغل جمعيات من المجتمع المدني لتمزيق الوحدة الوطنية كما أن المقلقة بحسب الخبراء هو استخدام أراضي دولة جارة كمنصة للهجوم على الجزائر سفيا المراكش العاصمة الجزائرية الميادين وحل الميادين لشؤون الإقليمية والثقافية سليم بوزيدي إذن نحن أمام اعترافات من عناصر ضمن منظمة تصنف الجزائر على أنها انفصالية بالتعامل مع إسرائيل ما مفرزات ذلك في الداخل الجزائري تحياتي رامية لكل زملاء الأعزاء يمكن تفكيك هذه القضية رامية على ثلاث مستويات وهي ثلاث مستويات هامة لكن المستوى الثالث هو الأخطر في هذه القضية المستوى الأول هو الجانب الأمني التفاصيل التقنية واللوجستية والفنية التي كشفت عنها هذه الاعترافات تؤكد الآن أن هذه الشبكة المصنفة في الجزائر انفصالية وإرهابية تستفيد من هذه التسهيلات اللوجستية من إسرائيل إلى أوروبا أو في فرنسا أو مرات أخرى وصولا إلى الجزائر وبالتالي نحن الآن نتحدث على تحركات في الميدان وبتواطئ ودعم من جهات من دول بعينها المستوى الثاني هو المستوى السياسي رامية وهنا يراد أن يقال أن الجزائر تعاني من مشاكل سياسية من مشاكل حقية المجتمع المدني يضيق عليه أن الدولة ليست مستقرة المستوى الثالث وهو الأخطر راميه هو الجانب الاجتماعي التسلل إلى المجتمع الجزائري عبر التنوع الثقافي والأنتربولوجيا والإثني هذا هو أخطر في الموضوع وهذه الورقة حاولت عدة فرنسا استغلالها في الجزائر وفشلت تعاود الآن إسرائيل وبدعم بعض الدول أن تلعب على هذه الورقة الحساسة لكن يبدو أنها أيضا قد كشفت وكما فشلت في السابق ستفشل الآن مراسل ميادين موسى سرور محاولة إسرائيل أن نفاد إلى الداخل الجزائر العبث بأمنه عبر تعامل مع مجموعات ذات نفس انفصالي إلى أي حد يلتقي مع استراتيجية ينتهجها الغرب في دول المنطقة تحت اللعب على بعض المكونات في النسيج الاجتماعي يعني بتأكيد هذا يلتقي مع السياسة الغربية التي اعتمدت منذ زمن بعيد في تفكيك وتفتيك تفكيك بنية المجتمعات العربية في زرع خلايا في رفع شعارات حقوقية لسيما مثلا حماية الأقليات أو حماية المسيحيين في فترة من الفترات بالتالي من أجل أن يكون لها موطئ قدم في بلادنا العربية وبالتأكيد من أجل تحقيق هذه المصالح هناك الكثير من الأمثلة سايك سبيكو تاريخيا إنشاء الكيان الصهيوني في الجسد العربي لتفكيك الدول العربية وأيضا فيما يتعلق بالأزمة السورية شاهدنا الكثير من الدول الغربية التي عولت كثيرا واعتمدت على منظمات راديكالية تنظيم النصرة وغيرها من المنظمات من أجل إسقاط الدولة السورية وأيضا لا تزال هذه الدول الغربية تعتمد على عناصر مثل داعش لتحقيق مسالح الاستراتيجية هذا الأمر موجود يستخدم في إفغانستان وفي العراق سليم محاولة إسرائيل لضرب الأمن في الجزائر هي محاولات قديمة جديدة أنصحها التعبير لكن ماذا في الخلفية والأهداف؟ نرجع إلى التاريخ رامي الجزائر تصنف تقليديا منذ المربع أو أربع دول كانت في جبهة السمو التصدي الجزائر، سوريا، العراق ومصر هذه الدول الأربعة كانت في منتصف السبعينات هي في الواجهة إلى أن جاءت النقصة الكبرى بتطبيع نظام مصري مع إسرائيل الآن الجزائر طبعا مع سوريا ومع الدول المقاومة ليست في الدول التي إسرائيل تعتبرها خصم أو أنها لا تنظر إليها بعين الراحة هي تصنف في خانة العداء الجزائر تصنف عدو أول بالنسبة لكائن الإسرائيلي رامية دراسة بحثية جادة قالت أن من أكثر الدول العربية التي نشرت عنها أوراق بحثية داخل إسرائيل منذ 2018 إلى غاية الآن هي الجزائر وبالتالي نحن نتحدث الآن على استهداف أصبح مباشر واضح وعلني وخاصة أنه أصبح هناك غطاء لتواجد إسرائيل في المنطقة قالت الجزائر صراحة بعد تطبيع المغرب إسرائيل أصبحت الآن على حدودنا لن نرضى بذلك التحذير لا يعني الخوف ومفاصل المعركة رامية في أكثر من جبهة على مستوى الجامعة العربية على مستوى الاتحاد الإفريقي على مستوى دعم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة تحرك لعمامرة في أكثر من دولة وأكثر من جبهة الآن نحن نتحدث على مواجهة علنية واضحة الجزائر تسمي الأمور بمسمياتها تقول أنها لا يمكن أن يمر التطبيع في المغرب العربي وبالتالي ليس غريبا أن تسنهذ إسرائيل كل أدواتها لألعبث بألامن الجزائري وأكيد ستفشل كما فشلت في السابق تلك المحاولات دائما يعني يتم تسخينها أو تسعيرها في مراحل انتقالية أو المهمة في البلدان بشكل أو بآخر لا يدل إذا الأمر ينسحب على تونس حيث تحت سقف الوطن تحل الخلافات على هذه القاعدة يبني الرئيس قيس السعيد خطاباته وقراراته آخرها سحب جواز المرور الدبلوماسي من المنصف المرزوقي هو عزم على محاسبته كل من يتآمر على المصالح الوطنية كيف يتلقى الخصوم كلامه وكيف يراه الشعب تعلمون كيف ذهب البعض إلى الخارج يستجدي لضرب المصالح التونسية وأقولها اليوم الذي قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي تصريح ونستغله خصومه لاتهامه بالاستبداد في الرأي والتأسيس لديكتاتورية الناشئة إلا أنه يأتي بحسب آخرنا في مرحلة مفصلية تمر بها البلاد بأزمة اقتصادية وتستهدفها الضغوط الخارجية بإعازنا من بعض أبنائه هذا البلد القضية هي قضية الشعب التونسي وليست قضية دولية حتى يتدخل فيها آخرون السيادة للشعب وللشعب وحده وتونس ذولة حرة مستقلة هو خلاف بين الرئيس قيس سعيد والرئيس السابق المنظف المرزوقي يرجح أن يكون القضاء من لعبه من خلال توجيه تهامنا قد ترقى إلى الخيانة خصوصا حينما يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية ومصالح البلاد العليا تحت سقف الوطني ومصالحي تحسم المعارك ويدار الاختلاف رؤية يلتقي فيها زعيد مع المنظمة الشغيلة توافق قد يكون محددا في بناء القرار الوطني وتمهيدا للبحث المشترك عن الحلول لأزمة البلاد الاقتصادية بعدما تراجع تصنيفها الاقتماني الصراعات السياسية والاختلافات في الرؤى يجب أن لا تكون بحسب مراقبنا دافعا لاستعداء الوطني وضرب مصالحه في الخارج سميحة البغانمي تونس الميادين محلل الميادين للشؤون التونسية والمغاربية عماد شطارة سحب جواز المرور الدبلوماسي من الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي ماذا تحمل هذه الخطوة وماذا في خلفياتها؟ هو قرار يؤكد أن السلطة القائمة حاليا في تونس توصف ما أقدم عليه بالجرم وأن ما أقدم عليه موجب لتتبع الجزائي وطالبت بفتح تحقيق في هذا الموضوع وإذا لم يمثل سيد محمد منصف المرزوقي أمام القضاء فمن المعتاد أن من لا يمثل أمام القضاء يقع تسليط أشد العقوبة عليه كذلك حتى في تكييف التهم يذهبون إلى الأقصى نحن حينما نتحدث عن السيد محمد منصف المرزوقي لا نتحدث عن شخص عادي نتحدث عن شخص وضع يده على المصحف الشريف وأقسم بأن يخدم البلاد ويصون مصالحها وهو يعلم من موقع المسؤولية الذي كان يشغله بأن التصريحات التي قام بها والمساعي التي قام بها لإحباط تنظيم القمة الفرنكوفونية بتونس وقال بلسانه على إحدى القنوات الفرنسية بأنه فخور بأنه كان من بين الأطراف التي أفشلت تنظيم هذه القمة يعلم بأنه يضرب في الصميم مصالح البلاد الاقتصادية يعلم بأن الأزمة الاقتصادية غير مسبوقة يعلم بأن تونس تضررت من جائحة كوفيد وبأن هناك العديد من مواطن الشغل التي تضررت وكانت تونس تعول على هذا الموعد لاستعادة الثقة لإرسال رسال إيجابية لإعادة السياحة إلى البلاد اليوم نحن أمام سلطة سياسية تعتمد الحزم في التعاطي مع كل من يضرب مصالح البلاد نعم تفضلي نعم وهذه أيضا الإجراءات قبلت بين مواقف أيدت دعمت تحفظت على المستوى الخارجي محلل ميدين لسؤون الإقليمية والثقافية سليم بوزيدي الجزائر تدعم هذه الإجراءات الاستثنائية لرئيس قيس السعيد هناك زيارة قريبة ربما لرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أي قاعدة تبنى هذه المواقف رامي الموقف في الجزائري مهم جدا فيما يتعلق بهذه القضية مهم لجهة أن الرئيس تبون في آخر حوار منذ أيام قليلة قال بالحرف الواحد الجزائر لا تتدخل في شأن التونسي ما يحدث في تونس شأن داخلي لكن من المهمة تأكيد أن الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي ولن تسمح قال بهذا الوضوح بأن يتم إما تهديد أو الضغط على تونس بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة خارجية بهذا المعنى أن الجزائر السلطات الجزائرية الرئيس عبد المجيد تبون كان واضحا جدا أن ما حذر منه الرئيس قيس السعيد يتناغم ويتلاءم مع الموقف الجزائري المبدأ أن الجزائر لا يمكن أن تتقبل الداخلات الأجنبية في تونس الشقيقة عماد كنت تتحدث عن الحزم الذي تريد أن تبديه الرئاسة التونسية بإجراءاتها والتعامل مع من تعتبره يخل بالمسار للوصول لمرحلة أفضل بالبلاد بالتالي هل نحن بعد تشكيل الحكومة أمام خارطة طريق واضحة المعالم أقل بالخطوط العريضة واضحة المعالم ثمت نقاط استفهام عديدة بعد تشكيل الحكومة بأيام يأتي تراجع التصنيف الاعتماني لتونس بما يجعلها الدولة عالية المخاطر تم الحديث في أكثر من مناسبة عن حوار لم نرى إلى حد الآن بوادر ولا نعلم الأطراف المشاركة فيه هذا التصنيف الاعتماني يضع تونس في مرتبة على حافة الهاوية إما أن تبدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإما أنها ستنزلق إلى الوضع اللبناني الوضع خطير وهناك سباق ضد الوقت ضد الساعة في ظل هذا الوضع الخطير ثمت محاولة تضييق على أمكانية التمويل من الخارج إن كان من صندوق النقد الدولي إن كان عبر الهيبات محاولة لعزل البلاد اقتصاديا حتى إن وصل الأمر إلى فرض عقوبات عليها بالأمس كان هناك تداول في الشأن التونسي من قبل الكونغرس الأمريكي وفي سابقة سجلتها تونس مرة واحدة في تاريخها في فترة الحبيب بورجيبة حينما وقعت مجزرة حمام الشط استدعى السفير الأمريكي ووجه خطاب شديد اللهجة بالأمس قيس سعيد كررها واستدعى السفير الأمريكي وكان حازما في رفض أن يقع التدخل في الشأن التونسي والمس بالسيادة التونسية الحديث عن السيادة يتزامن مع عيد الجلا مع استحضار التضحيات الشهداء مع التذكر أن العشرية الماضية تم فيها استباحة القرار الوطني والساحة التونسية نعم تفضل وبكل الأحوال هناك محاولة التحفظات أو القول في لعب بمكتسبات الثورة على مستوى الحريات وحرية التعبير تحديدا في حين نشاهد نماذج فيها استنسابية في الغرب لا سيما في بريطانيا مداهمات لينية ترهيب مضايقات وملاحقات مشهد يعيشه الفلسطينيون يوميا على أرضهم المحتلة لكن أن تتكرر الصورة في بريطانيا فهذا ما لا يراد له أن يعرف وإن كان غير مفاجئ إنه واقع يشهده الناشطون الداعمون لفلسطين فهل حرية التعبير استنسابية؟ لم يتوان الغرب للحظة عن تأكيد دعمه للمخططات الإسرائيلية الاستطانية التوسعية وهو نفسه من يجابه سرا وعلانية كل مقاوم ومناضل يأخذ من شعار تحرير الأراضي الفلسطينية قضية مركزية له فاستهداف القضية الفلسطينية وإخماد شراراتها التي برزت جلية مع ملحمة سيف القدس هو ما باتت تسعى إليه الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا إذ عمدت هذه الدول وخلفاؤها إلى ترهيب الناشطين ضد إسرائيل وتبرير الاستيطان تنفيذا لهذه المخططات داهمت شرطة ميرسيسايد في منطقة ليفربول في المملكة المتحدة منازل لناشطين شاركوا في احتجاجات جرت الأسبوع الماضي خلال معرض تضمن صناعات عسكرية ينتجها مصنع إسرائيلي يزود الاحتلال بآليات تساعده في قتل الفلسطينيين وقمعهم مجموعة العمل من أجل فلسطين التي ينتمي إليها المشاركون في تلك الاحتجاجات أعربت عن أسفها للقيام الشرطة بمداهمة المنازل ومصادرة بعض ممتلكات أصحابها أساليب ترهيب ومضيقات مستمرة لا يرى فيها الناشطون خطوة مفاجئة من الشرطة بحسب المتحدث باسم مجموعة العمل من أجل فلسطين فالقضية الفلسطينية لا يواجهها الغرب بالترهيب فحسب بل يعمد اليوم إلى مجابهتها بسلاحه الناعم النائب العمالي السابق في مجلس العموم البريطاني إيان وستن اعتبر في مقال له في صحيفة تيليغراف أن حملة المقاطعين لإسرائيل لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع في المنطقة محاولا تقديم ذراء عواهية للدفاع عن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مراسل الميدين موسى السرور من خلال النموذج الذي رصدنا في هذا التقرير هل نحن أمام حالات ضيقة أم أننا أمام سياسة ممنهجة ضد كل النشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية المسألة لا تقتصر فقط على استهداف الشباب الذين يقومون بإغفال المصانع الإسرائيلية هنا لسيما مصنع البايت الذي يصنع الدرونز وغيرها التي تستهدف الفلسطينيين بل أيضا الاستهداف يتم بترهيب النخبة البريطانية لسيما أساتذة الجامعات ديفيد ميلر على سبيل المثال هذه الشخصية الأكاديمية المعروفة تم طرده من جامعة بريستول بسبب مواقفه المؤيدة لفلسطين وإن كانت الجامعة قد استخدمت عبارة duty of care أو العناية بسبب أنه لا يعتني كثيرا بالطلاب على هذا الأساس تم طرده سالي روني هذه الكاتبة الإيرلندية التي أيضا تعرضت لحملة تشويه وتشهير في المملكة المتحدة بسبب رفضها نشر روايتها باللغة العبرية وبالتالي هذه عملية الاستهداف والترهيب موجودة بشكل واسع في المملكة المتحدة بسبب هذا التأييد الكبير للقضية الفلسطينية ليس فقط على المستوى الشعبي بل أيضا على المستوى النخبوي الأكاديمي وأيضا حتى بين الرجال السياسة الزميل عماد شطارة محلل شؤون التنسية والمغاربية عماد تونس موقفها واضح من دعم القضية الفلسطينية على مستوى واسع شعبي ورسمي لكننا لا نرى ذلك قانونا على مستوى تجريم التطبيع لماذا تونس قدمت المناظرين والشهداء للقضية الفلسطينية تونس دماء أبنائها اختلطت بدماء الفلسطينيين في مجزرة حمام الشط تونس حناجر أبنائها تصدح وفي كل تضاورة تخرج من أجل فلسطين بضرورة تجريم التطبيع ولكننا عشرة عشنا خلال العشرية الماضية مع نخبة سياسية مارست سياسة التضليل والتطويع والتجويع وزيفت الخطاب ولونته كله كما أرادت لتغطي على غياب الإرادة السياسية في سن هذا القانون تم سحبه من مشروع الدستور في نسخته الأولى وتم سحبه كمشروع قانون ووضعه في الرفوف لأن الإرادة السياسية داخليا لم تتوفر أساسا لدى الكتلة الأساسية في البرلمان وأيضا كان هناك إملاءات وضغوطات خارجية لدى دولة تعيش بالمديونية وضعفت من حجم ديونها ولا تمتلك سيادة قرارها الوطنية اليوم كل هذه النخبة بهذا التغيير الذي صار في البلاد وضعت على الرفأة اليوم تونس تعيش حراكا سياسيا جديدا سيكون اختبارا لكل من أطلق وعودا إما أن يكون في مستوى تعهداته في مستوى كلمته في مستوى يعني انسجامه مع الرسائل التي أطلقها ومع المطالب الشعبية وإما أن هذا الامتحان سيؤكد أيضا زيف الخطاب مرة أخرى هذا الامتحان الحقيقي وننتظر النتائج مشاهدينا فاصل نحلل بعده قضية اليوم أهلا بكم من جديد في التحليلية وفي قضية اليوم السلم الأهلي مرفوض كلما اتفق اثنان تعثرت واشنطن فكيف لو كان أحد أركان هذا السلم مقاومة إلى السياسة والمجتمع والقضاء تتسلل المخططات الغربية كماء فتن وإن على حساب البشر غرب اعتاد في حروبه ومخططاته أن يصنف الضحايا الأبرياء أضرارا جانبية لكن ليست كل المجتمعات قابلة للتدبيع هو ما أثبتته إرادة الشعوب في صد أدوات التخريب المحلية من لبنان إلى سوريا فالعراق وصولا إلى أفغانستان كمائن تنصب وفتن تسقط إذن كمائن متعددة للفتن في المنطقة وضعتها واشنطن وأطراف إقليميون داعمون لمشروعها ألا تخرج جميعها عن محاولات محاصرة محور المقاومة ومساعي إشغاله عن قضاياه الرئيسية وعلى رأسها مواجهة المشروع الإسرائيلي محمد بو عبدالله لن تكون المنطقة هادئة بل مضطربة يريدها الأمريكيون ومن كانوا لهم تبعاً بتلغيمها سياسياً وتفجيرها أمنياً قدر الإمكان بأدوات محلية وبتعبير آخر إثارة الفتن هي كمائن يعرفها محور المقاومة إذ يجد نفسه بها مستهدفاً إما مباشرة أو في محيطه ولا يألو جهداً في احتواء الوضع أو التصدي بحزم لمساعي ضرب أطرافه قد يكون أكثر تلك الكمائن خطورةً ما يدبر ضد المقاومة في لبنان وحزبها وحلفائه وهي قناعة تعززت بعد قنص للمحتجين سلمياً سبقته محاولة قنص سياسية يعترض حزب الله وحلفائه على تسيس القضاء بتوجيه التحقيق بغير حياد نحو مسار يراد له أن يفضي إلى تجريم طرف من دون آخر وتكون النتيجة معدة سلفاً وبالمختصر وضع كمين للمقاومة إما في سلاحها أو باستدراجها إلى فتنة داخلية خارجياً يستمر الاستهداف إقليمياً لحلفاء سوريا وبينهم الحزب أحد أطراف المحور لم تكن الغارة الأمريكية الإسرائيلية على تدمر إلا كميناً آخر لا يمر بلا رد قاس يتوعد حلفاء سوريا في بيان لغرفة عملياتهم وغير بعيد عن سوريا يبدو أن واشنطن وأطرافاً تابعة إقليمياً قد نصب كميناً سياسياً بالتزوير في العراق وهي تهمة جهر بها أطراف داعمون للمقاومة والحشد الشعبي يرون في هذا الكمين محاولة مدبرة لإخراجهم من معادلة اتخاذ القرار السياسي تكون النتيجة إذن إضعاف المقاومة العراقية والحشد الشعبي وفي المجمل ضرب طرف آخر من أطراف محور المقاومة بينما يجري إغراق المنطقة بتفجير أوضاعها أمنياً كما حدث انتحارياً في مسجد بقندهار والهجوم ذاك من العسير فصله عن اتهامات للأمريكيين بنقلهم عناصر من داعش وتماعات تكفيرية أخرى إلى أفغانستان وإن لم يكن الرئيس الروسي قد صرح بذلك وهو يشير إلى عمليات النقل تلك إلا أن وزير الخارجية التركي كان اتهامه صريحاً محل الميدين للشؤون السياسية والاستراتيجية محمد فرج كمائن الفتن بين لبنان والعراق كيف يمكن أن نرصد الاستعداد النفسي عند مختلف الأفريقاء الموجودين ولا سيما أيضاً على اعتبار التنوع الذي هو موجود وفي ساحة مشحونة ومحتقنة تحياتي رامي يعني بداية بدون أي شكل من أشكال التنميط التسطيحي سوف أتحدث عن جمهورين في لبنان وجمهورين في العراق الجمهور الأول في لبنان هو جمهور تعمى ما تسرب داخله شكل من أشكال الشعور المتعلق بأن مأساة المرفأ هي مأساة خاصة به فقط حاولت فئة ضيقة من داخل هذا الجمهور أن تستثمر في هذا الشعور الذي تسرب لكي تقول لا غضاضة في تسييس معالجة ملف المرفأ لا مشكلة في الاعتداء على أي شكل من أشكال التحركات السلمية لا مشكلة في محاولة تعميم شعور استسهال أي شكل من أشكال الحرب الأهلية هذا الجمهور بحاجة أن يتروى أكثر وأن يتأمل أكثر بأن هذه الكارثة التي حلت في لبنان لم تكن كارثة حلت بفئة معينة بطائفة معينة أن صدفة بين مزدوجين الانفجار لم تكن تميز طائفة أو دين من كان متواجد في ذلك المكان وبأن الارتدادات الاقتصادية التي عادت على لبنان التي تجاوزت حسب تقدير البنك الدولي ثمن مليارات دولار أيضا طالت الاقتصاد اللبناني ككل الجمهور الثاني جمهور مر بمظلومية تاريخية كبيرة يشعر بهذه المظلومية وهو حقا مر بهذه المظلومية ويمكن القول بأنه ما زال مطالبا بالمزيد من الصبر الاستراتيجي والتوعية الداخلية داخل هذه النظم داخل هذه الأطر مستمرة وهي تعطي مردود فعلي وإيجابي كبير بأنها تفوت الفرصة على أي شكل من أشكال اقتناص أو محاولة الوصول بالبلد إلى الحرب الأهلية العراق على نفس الشاكلة هناك جمهور أول تمثل في تيار معين خلص العراق من الإرهاب ولكنه لم يستطع أن يجني الثمر السياسي في هذا الإطار انتزعت منه هذه الثمر السياسي المتمثلة في الانتخابات من خلال عدد كبير من الآليات التي يعارضها الآن وجمهور آخر ينظر إلى العراق على أنه يجب أن يتوجه باتجاه علاقات وتحالفات سياسية مختلفة ربما تنفتح مع دول وتيارات مختلفة مثل مصر والأردن أو مزيد من الانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية ولكن يجب على هذا الجمهور الثاني في العراق أن يتذكر أن صورة أشرف غني ما زالت غير منتهية الصلاحية وأن الحليف الأمريكي في نهاية المطاف سيلقى على الرصيف ولن يستخدم إلا خلال فترة مؤقتة ومرحلية وليس بأي شكل من الأشكال مرحلة استراتيجية يدوم فيها في الحكم والسلطة طالما ختمت بأفغانستان هذا يحينا لمحمود واثق محل ميدين للشؤون التركية والأفغانية في دم بالأمس في لبنان واليوم في تفجير استهدف أيضا مدنيين من مكون بعينه في أفغانستان في مسجد في قندهار بالتزامن هناك تحذيرات على مستوى دول من إمكانية أن تشعي الولايات المتحدة الأمريكية حربا أهلية في أفغانستان هل نحن أمام سيناريو كمين فتنة في أفغانستان طبعا هذا ليس أول تفجير يستهدف هذا المكون بعينه في أفغانستان حتى في ظل وجود القوات الأمريكية خلال السنوات الماضية كانت عشرات الهجمات التي استهدفت مساجد لهذا النسيج المعين في أفغانستان وسقت المئات بين قتيل وجريح وبالتالي كانت كل التوقعات تشير إلى أن التواجد العسكري الأجنبي سوف يقوم بتغذية هذه الفتنة في أفغانستان الفتنة الطائفية أو المذهبية وحتى العرقية في أفغانستان وهذا ما نشهده الآن تاريخ الفتنة في أفغانستان ليس جديدا هو يعود إلى عام 1997 عندما تشكلت فصائل للمجاهدين في باكستان وكانت هناك محاور إقليمية ودولية تدعم هذه الفصائل وكانت هناك صراعات واقتتال داخلي بين هذه الفصائل معظمها كانت تتخذ تابعا طائفيا ومذهبيا وعرقيا في أفغانستان رغم أنه لم يكن يحصل تغطية إعلامية كافية لهذا الاقتتال وبالتالي بعد انهيار النظام السياسي في أفغانستان في تسعينيات القرن الماضي بدأت الفتنة تتوسع دائرتها في أفغانستان رأيناها بأشكال مختلفة ومدعومة من كثير من الدول دول الإقليمية محاور إقليمية ودولية أيضا التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان عزز هذه الفتنة بأدوات مختلفة وطارة كانت هناك فصائل للمجاهدين ثم حركة طالبان والآن شمعت داعش التي تستادف هذه الطائفة المعينة في أفغانستان تمهيدا لدخول البلاد في حرب أهلية تلقى مما ختمت محل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي ذاك كان موقف تلك بعض الدول الغربية الأسيام الأوروبية التي شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في غزو أفغانستان لكن مع كماعين الفتنة التي تبدو الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إشعالها في أكثر من ساحة من المنطقة ما موقع وموقف هذه الدول الغربية الأوروبية منها؟ بالنسبة للدول الأوروبية والغربية بشكل عام فأي بقعة في هذا العالم أي دولة في هذا العالم ترفض سياسات الدول الغربية الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية فهي معرضة للتفتيت معرضة للإقتتال الداخلي معرضة للفتن وهناك كماء متعددة رأينا في عدد كبير من هذه الدول إن كان من لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن أو أفغانستان وغيرها موقف الدول الغربية على سبيل المثال في المسألة اللبنانية حاليا وهذا هو الخبر الأجد والأكثر وقعا في هذه المرحلة أن الدول الأوروبية بحسب البيانات التي صدرت خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية لم تتحدث بشكل مباشر عن ما حصل في محلة الطيون من قنص لأشخاص قنص مستهدف ومقصود بالرأس لبعض الأشخاص إنما جاءت على هذه المسألة بشكل عرضي ولكن الأساس في مواقف الدول الأوروبية هو التذكير والمطالبة بدعم تحقيقات القاضي بيطار وبالسماع له بإكمال هذه التحقيقات بدون أي تدخل هذا المنطق الأوروبي هذا يعني بأن هناك ربط واضح ما بين المواقف الأوروبية وموقف استمرار التحقيقات بحسب أسس القاضي بيطار دون رؤية ما يجري حاليا في لبنان ودون التوقف عند الخلافات الكبيرة إن كانت خلافات سياسية أو قانونية أو حقوقية والانتقادات الكبيرة التي وجهت لتعاطي القاضي بيطار مع هذه القضية واضح أن هذه المسألة إذا عدنا بالتاريخ للعام 2005 تذكرنا فعلا بموقف الدول الأوروبية والغربية بشكل عام من التحقيق الدولي في جريمة افتيال الحريري كل هذه الدول دعمت تحقيقات القاضي ديتلف ميلس القاضي الألماني ديتلف ميلس وفضيحة القاضي ديتلف ميلس بعد أشهر طويلة من التحقيق ظهر أن كل الهدف الذي كان موضوعا هو توجيه الاتهامات إلى سوريا سجنا أربع ضباط لعوالي أربع سنين ولكن بعد ذلك تم الإفراج عن هؤلاء الضباط وتبريهاتهم وتحويل الاتهام من سوريا إلى حزب الله محمد فرج إذا أردنا أن نقرب الأمر للمشاهدين كيف عساها انتخاباتهم في عراق فيها اتهامات للتزوير أو حتى العدوان في تدمر من التنف أو حتى كمين الطيونة في لبنان وصولا إلى التفجير في هذا المسجد قندهار بأفغانستان هي كمائن فتن تعدها الولايات المتحدة الأمريكية وما هي أهدافها يعني يمكن أن ننطلق أساسا من الأهداف الاستراتيجية الأمريكية ونطابقها مع هذه التحركات مؤشرات الاستقرار السياسي رامية لأفغانستان والعراق هي مائنس 2.73 ومائنس 2.53 وهي من آخر أربع دول في دول العالم وعلى نفس الشاكلة لبنان من آخر 14 دولة في العالم ولكن يجب أن ننتبه أن هذا التدني في مؤشرات الاستقرار السياسي لا يمثل حتى وإن كان هناك كم كبير من الإشكاليات الداخلية هنا أو هناك أن هناك دولة فاشلة بما تحمل الكلمة بالمعنى ولكن هناك محاولات إفشال أمريكي محاولات إفشال إسرائيلي لهذه الدول لسبب أو لآخر لنمر على هذه المجموعة من الأمثلة سواء من أفغانستان إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق ونرى الهدف الأمريكي والهدف الإسرائيلي في كل منها أفغانستان كما تحدثنا في أكثر من مناسبة كان هناك حاجة للتوتير لتوتير أفغانستان ليس في ذاتها بالدرجة الأولى وإنما في محيطها الصيني الروسي الإيراني وقد تحدثنا عن هذه التفصيل في أكثر من مناسبة هذا التوتير سببه كان تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من سياق أن تستعيد حالة الفتنة الكبيرة التي كانت من عام 1996 إلى عام 2001 ولكنها تفاجأت بأنها تباطأت فلجأت إلى الحل الداعشي إسرائيل تترقب لأنها تنظر إلى مساعدة إضافية من مخزون السلاح بالنسبة لأذربيجان بالنسبة للملف العراقي الولايات المتحدة الأمريكية لا تترك العراق ليست راغبة في ترك العراق هي مجبرة في ترك العراق تحت وطأة المقاومة التي تعرضت لها لا يمكن أن نقيس خطوات الولايات المتحدة الأمريكية فقط من باب الاستراتيجية الأمريكية الموجودة في الأمن القومي وأولوياتها المطروحة هناك وإنما أيضا من حضور المقاومة في هذا المكان الولايات المتحدة الأمريكية تجد في أن مغادرة العراق ليست في الوقت المناسب على المستوى الاستراتيجي ولكنها مضغوطة بهذا الاتجاه إسرائيل ستكون فرحة بأي شك من أشكال التوتير داخل العراق ولسيما بعد الشعارات الكبيرة والحقيقية التي عبرت عنها المقاومة العراقية في معركة سيف القدس وما تلاها محمود في أفغانستان عددت في مراحل عديدة أردت الولايات المتحدة إثارة الفتنة في هذا البلد ووصفت داعش بالشماعة من عساه يكون فقط داعش هي الأدوات التي يمكن أن تمرر فيها الولايات المتحدة الأمريكية كمين الفتنة إلى أفغانستان وكيف؟ يعني مع الأسف يجب الاعتراف بأن هناك أرضية لظهور مثل هذه الحركات في معظم الدول ومنها أفغانستان بالدرجة الأولى حركة طالبان عندما كانت تقاتل الحكومة المركزية والقوات الأجنبية كان ينظر إليها بأنها حركة إرهابية والولايات المتحدة الأمريكية تصنفها بالحركة الإرهابية أنا هنا أذكر مناسبة عندما طلب من الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن رفض قال بأنه يريد تعودات والتزامات من واشنطن بأن أفغانستان ستدخل مرحلة استقرار والسلام بعد التوقيع على هذه الاتفاقية وبدون وجود التزامات رفض بأن يواقع لكن الرئيس الذي جاء بعده أشرف غني وقع على هذه الاتفاقية في اليوم الأول من تسلم السلطة وكأن حامد كرزي كان يتنبأ بما دخلت إليه أفغانستان اليوم من ما يقال الآن من وجود داعش هؤلاء الدواعش لم ينزلوا من السماء ولم يأتوا من أي كوكب آخر هناك جماعات هناك فصائل كانت تقاتل ربما في ظل حركة طالبان الآن غيرت الرائعة وصمت نفسها بداعش وبالتالي أدوات كثيرة يمكن استغلالها من قبل دول كثيرة في المنطقة أفغانستان التي تحصلت إلى ساحة لتصفية حكابات بين هذه الدول وبالتالي ربما تتحول في مقبل الأيام إلى منطقة ساخنة جدا لتصفية الحسابات بين الدول الكبيرة موسى التوقيت يبدو لافتا لأنه في إشاعة لجو من التهديئة يشي بأننا نذهب إلى تفاهمات على إطار تسوية دبلوماسية لإتمام العودة لاتفاق النووي وما إلى ذلك تأتي محاولات إشعال كمعن الفتل في أكثر من مكان بالمنطقة المايسترو واحد البيئات المتحدة الأمريكية كما تشيل مؤشرات هذا كيف يمكن تفسيره يعني الكل يعتقد بأن المفاوضات النووية التي تجري أو التي ربما ستجري قريبا بين إيران والمجموعة الدولية ربما يكون لها تداعيات مباشرة على أوضاع المنطقة هذا الأمر غير صحيح وهو خطأ مئة بالمئة لماذا؟ لأن منذ البداية حاولت الدول الغربية فرض التلازم بين المسارين النووي والمسار الآخر يعني تحالف إيران مع قوى ودول المنطقة فك التحالف بين المحورين المحور الإيراني ومحور المتحالف معها في منطقة الشرق الأوسط هذا الأمر رفضته إيران ورفضته أيضا القوى والدول المتحالفة مع إيران على هذا الأساس الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تريد معاقبة هذه القوى تريد تدمير هذه القوى تريد تركيع هذه القوى وفك التحالف نهائيا بينها وبين إيران. تستخدم أساليب متعددة ومختلفة في العراق. هناك الضغط الذي نرى خلال الفترة الماضية. وهناك أيضا في اليمن الفك التحاء أو فك إعلان جو بايدن في بداية بلاياته بأنه يريد الحل السياسي في اليمن. هذا الإعلان تراجع بشكل كبير. وأتيح للسعودية أن تقوم بدور واسع في اليمن. ارتفع مستوى صفقات الأسلحة وتراجع مستوى الدعم الإنساني لليمن. في سوريا ولبنان عقوبات اقتصادية خانقة. الهدف واحد هو أن يكون فصل تام بين إيران وبين هذه الدول وتركيعة الدول إذا أرادت الاستمرار بهذا التحالف. نعم. محمد نحن نتحدث عن كماء فتن. تحتاج إلى أدوات رصدنا جانب منها. لكنها أيضا تحتاج لترويج إعلامي. هل يمكن أن نرصد كيف تم التعاطي إعلاميا أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. لبنان ما حصل به بالأمس. مثال حي على ذلك. وما الأثر يمكن أن نقول لهذا التعاطي بالمنطقة أو خارج المنطقة؟ راميا بعض أشكال الاجتزاء هي عمليا تضليل وتزوير مقصود. على سبيل المثال عندما تتعرضين لعنوان تحركات مسلحة لحركة أمل وحزب الله هذا يكون العنوان العريض لما جرى البارحة. والأقل تزويرا تقول بأن أحداث عنف أثناء اعتصام دعا إليه حزب الله وحركة أمل وما إلى ذلك. إذن هذه العناوين المجتزأة بشكل مقصود هي استمرار للبروبوغندا الإسرائيلية ضد مشروع المقاومة من بعد حرب تموز عام 2006. هي محاولة لتقليب الجمهور العربي واللبناني ضد مشروع المقاومة. يمكن القول بأن إسرائيل حاولت كل شيء. جربت الحرب المباشرة عام 2006. جربت استنزاف المقاومة في أكثر من مكان خلال عشرية النار في سوريا. وفشلت في كل ذلك. برأيي أن المشروع الأخير الخيار الأخير بالنسبة للكيان الصهيوني يتمثل من خلال التوتير الداخلي. من خلال كمائن الفتن. من خلال إثارة الإشكاليات الداخلية. وأن تبحث عن وكيل يخود المعركة عنها. أن تبحث عن حصان طروادة داخل لبنان. وتبحث عن حصان طروادة داخل سوريا. وحصان طروادة داخل العراق. من يقبل من الأطراف السياسية أن يكون حصان طروادة هنا أو هنالك. سوف يضع نفسه في خالة انسلاخ. ويمكن القول بأن أي مشروع من هذه المشاريع السياسية ستجد نفسها بعيدة عن مسلمي الشرق ومسيحي الشرق. انطلاقا من ذلك. محمود من يستطيع أو كيف أن يقف في مواجهة كمائن الفتن. لا سيما نتحدث هنا عن أفغانستان. وأن بدأ الأمر بأنها ساحات تحاول الوات المتحدة الأمريكية. ربطها فيما بعض ضمن كمائن الفتن. هل الأمر يقتصر فقط على الداخل أيضا؟ ربما المسؤولية الآن تقع بالدرجة الأولى على حركة طالبان التي تسلمت الحكم في كابل. ولديها التزام بأنها سوف تحارب هذه التنظيمات التي الآن تظهر في مناطق مختلفة من أفغانستان. وتستادف مكونات بعينها في هذا البلد. ثم هناك مسؤولية تقع أيضا على دول الجوار. إيران باكستان ودول آسيا الوسطى. هذه الدول لن تكون في مأمن إذا ما واصلت أو مددت ما يقال بالتنظيم داعش في أفغانستان نشاطه العسكري. وبالتالي ستكون المنطقة برمتها على كف عفريت كما يقال خلال السنوات المقبلة. وهو أنا أتفق مع الزميل بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما خرجت. والانسحاب كان مقصودا حتى تترك أفغانستان لمنطقة متوترة. تدخل إليها جماعات إرهابية كثيرة. وبالتالي سيتم استخدام استهداف دول بعينها في هذه المنطقة. الدول تدرك مسؤولياتها إيران، باكستان، روسيا ودول أخرى في المنطقة. وهناك مساعي لإحتواء هذا الموقف. لكن المشهد يبدو أنه متوتر جدا مع انهيار اقتصادي لأفغانستان. فإن الساحة ستكون فارغة لهذه التنظيمة. موسى إذا أردنا أن نتحدث في البثال اللبناني مجددا حضرت كثيرا في المقاربات للاستحضار الحرب التي وصفت أهلية أو حتى اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبالتالي كيف يمكن التحصين على المستوى الداخلي وطنيا. وعدم الانزلاق إلى فتن يكون فيها الكل خاسر. للأسف إذا كان هناك قرار بدفع البلاد نحو الاختتال الداخلي والفتنة والحرب الأهلية فهذا لا يمكن منع حصوله. خصوصا وأن محاولات الضغط أو ضبط النفس لم تجدي حتى الآن. هناك تجارب قليلة حصلت خلال الفترة الماضية. قبل ثلاثة أشهر تعرض موكب مناصر لحزب الله على طريق خلد جنوب بيروت لإطلاق نار من مجموعات كانت في تلك المنطقة وحزب الله قرر عدم الرد وقال لعنصري بأنه يجب ضبط النفس منع للإفتتال الطائفي الداخلي. الإفتتال الطائفي والإفتتال الداخلي هو مشكلة كبيرة بالنسبة لحزب الله. بالأمس أيضا كان هناك محطة جديدة وأيضا حزب الله وحركة أمل مع أن أصدروا بيانا بضرورة سحب المسلحين من الشوارع وعدم الرد متمترسين على أسطح المباني. هؤلاء قاموا رأيناهم يقومون بقنص واستهداف مباشر وباستهداف بالرأس. وعلينا أن ننظر أيضا إلى هذه الجزئية الصغيرة التي نقول فيها بأن هؤلاء كانوا حرفيين كانوا محترفين. يعني الإصابات واضحة ومستهدفة. هذا يعني بأن كل الأخبار التي كنا نسمعها في الماضي عن قيام مجموعات تابعة لحزب القوات اللبنانية بالتدريب في أعالي الجبال لم تكن دخانا بلا مار. هناك نية على ما يبدو لإدخال البلاد في أتون هذه الحرب. السبب واضح. إذا دخلت القوات اللبنانية في هذه الحرب وجددت المحاولات مستقبلا. هذا بالنسبة لها يعني متنفس لاستعادة الشارع المسيحي. للسيطرة على الشارع المسيحي على حساب الطير الوطني الحر. هذا أيضا له تأثير كبير في الانتخابات النيابية المقبلة. تجميع المسيحيين خلف القوات اللبنانية سيعطي القوات اللبنانية والقوة المتحالفة مع قوة كبرى يمكن أو تحلم القوات اللبنانية بقلب المعادلة في مجلس النوار ورحة في الموقع الرئاس. هكذا تعتقد. والأمر بالفعل يتعدى مكسب انتخاب يتحدث على مستوى الوحدة الوطنية في لبنان. شكرا جزيلا لك موسى عاصي ومحمد فرج ومحمود واثق. اشتركوا في القناة